يفتتح اليوم معرض فنان الكاريكاتور عمر فاهمي بمصرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية للمزيد من المتابعة معنا مباشرة من هناك مرسلة التلفزيون المصرية جرمين إبراهيم جرمين تضعينا في المشهد لديك تفاصيل المعرض والجمهور والإقبال على المعرض نعم إلهام بعد التحية كما ذكرت هي دقائق قليلة ويصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل افتتاح المعرض وأيضا توقيع الكتاب الخاص بالفنان عمر فاهمي وهو الكتاب الذي يحمل اسم قهوة مصراوي وهذا الكتاب هو بيجمع مجموعة من الرسومات الخاصة بالفنان عمر فاهمي والتي تشتهر بصورة أو بشخصية مواطن مصر يجلس على المقهى مع رئيس مجلس الوزراء اللي يخبره عن أهم المشاكل والمتطلبات الخاصة بالمواطن المصري فقام الفنان عمر فاهمي بتجميع كل هذه الرسومات في كتاب ومعرض واحد بيحضره رئيس مجلس الوزراء ويقوم بافتتاحه بعد قليل هذا إلى جانب أيضا مجموعة من اللوحات الفنية الخاصة بالفنان عمر فاهمي حوالي عشرين لوحة المعرض بيبدأ اليوم بيستمر على مدار يعني ثلاثة أيام قادمة لعرض مجموعة من اللوحات الخاصة بالفنان عمر فاهمي الذي إذا تحدثنا عنه هو فنان مصري يعني بيرسم بشكل يومي على صفحات جريدة الأخبار منذ سبعة عشر عاما وحتى اليوم مشهور برسوماته التي تنقل يعني الواقع المصري إلى جانب أيضا أنه تم نشر لي عدد من الرسومات في مجموعة من المجلات والصحف العربية والأجنبية أيضا قام بتأليف أكثر من خمسة عشر كتابا بيتعلق بفن الكركاتير أنواعه وتطوره ومدارسه بيضاف إليها كتاب اليوم قهوة مصراوي إلى جانب عدد من الكتب الأخرى التي قام بتأليفها مثل كتاب اضحك مع عمر فاهمي والصحف أيضا حصل على مجموعة من الجوائز من ضمن هذه الجوائز جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة العربية كأفضل رسام في عام 2005 وقام بتنظيم عدد كبير من المعارض الفردية أو الجماعية المحلية والدولية ويضاف إليها معرض وحفل توقيع كتابه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مما يدل على احتضان أجهزة الدولة المختلفة للفن بمختلف أنواعه وأشكاله أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو عمر الفاهمي هو تلميذ الراحل مصطفى حسين من مدرسة أخبار اليوم يعني معرض بالتوفيق إن شاء الله في هذا المعرض الخاص بالكاريكاتور المصري شكرا لك جرمين إبراهيم على هذه المدخلة